التسع والعشرون ماي من كل سنة هو اليوم المحدد من طرف شركة LG للعمل التطوعي في جميع الدول التي تتواجد فيها وهذه المرة وقع الاختيار على حي القصب العريق لإقامة أعمال تطوعية تمثلت في تنظيف أزقة الحي العاصمي المصنف تراثاً عالمياً جميع الألغاري للمشتارات القصب العالمية لإيقام على حيات المتواجد في تطلقية عرض الصورة لتجعلنا نفسنا ومعاقنا في حياتنا وبالإضافة إلى عمال ألجي جمعية سيدرا هي الأخرى انضمت إلى تظاهر قصد حث الشباب على العمل التطوعي وبذل الجهد في المحافظة على نظافة المحيط والبيئة حقيقة من بين الأمور التي تركز عليها جمعية سيدرا بين أهدافها وأن تنمي عند الشباب الجزائري المحافظة على نظافة المحيط وتعمل على توعية تلك الشباب على ضرورة الحفاظ على نظافة الحي واليوم كرمز من رموز الولايات الجزائر والوطن كأكمله حاضرين في بلد القصبة للعمل مع سكان حي القصبة للمحافظة على هذا الصرح الأطاري عملية تنظيف أزقة القصبة اختتمت بتجهيز ساحة متحف للاختوج العمية لإعداد إفطار جماعية بما أن 29 ماي هذه السنة يتزمن وشهر رمضان المبارك